كمية المادة للإلكترونات نطلاقا من هذا ونقدرين أن نشرح هذا جدول وصفين ندير C U هي C U دو بلوس زائد جوج الإلكترونات نديرنا صفر صفر وعنا جوج إكس فينال وعنا قطعنا إكس فينال يعني كمية المادة للإلكترونات هي جوج في كمية المادة للإلكترونات أو لا نفهمها نطلاقا من هذا التفاعل هذا كي قلنا أن مول واحد من نحاس كي أعطينا مول مول واحد من نحاس من أيونات نحاس زائد مولين للإلكترونات إذن نعود أن نحاس إذن ندير C U دو بلوس تساوي جوج في ثمانية فعشرة أس ناقص خمسة يعني هي ستاش فعشرة أس ناقص خمسة مول ولكن هنا خلال التفاعل خلال التفاعل لماذا؟ نحاس 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 مادة تساوي كمية مادة الالكترونات طابعة الحال هنا المستهلك لأنه سنستهلكه في هاد التفاعل هاد اجي بلس يخرجوا من المحلل ويلسقوا في الالكتروض بعدما يجمع مع الالكترون ويقولوا ضرة اذا هاد هاد نقول المنتجة لأنها تزاد في المحلول هاد نقول المستهلكة لأنها تتحيد من المحلول وكتلسق في الالكتروض هاد نقول المستهلكة خلال التفاعل وبالضبط في التفاعل خلال الدلتا تتساوي واحد فاصلة خمسة مينوت إذن ن ديال أجي بلوس كمية المادة ديال الالكترونات المتبادلة حسبناها هي ثمانية في عشرة أس ناقص خمسة بالمول بالمول والمول وهنا المستهلكة خلال خلال دلتا تتساوي واحد فاصلة خمسة مينوت يتم تبادل ثمانية ثمانية في عشرة أس ناقص خمسة مول من الالكترونات كمية المادة الالكترونات المتبادلة بحيث الآيونات الآيونات ديال أجي بلوس كتستهلك بحيث ينقص أو لتنقص كمية مادة الآيونات الآيونات أجي بلوس لأنه وقلنا تستهلك ب شحال باش كتنقص بثمانية فعشرة أس ناقص خمسة مول ويتحال لأنها علش تستهلك لأنها تتحول إلى ضرات أجي متوضع متوضع على إلكتروض الفضة تنقص كمية مادة أجي بلوس من جهة أخرى تتزايد تتزايد كمية مادة مادة الآيونات الآيونات سي دو بلوس ب حسبناها يستاش فعشرة أس ناقص خمسة مول في المحلول من جهة من جهة تزايد كمية مادة سي دو بلوس أنها ضرات تتحول ضرات نحاس من إلكتروض النحاس تتحول إلى أي سي دو بلوس و إلكترونين أكبر الآيونات مادة مادة الآيونات أجيزة مادة تتزايد مادة